السلام عليكم وكنتمنى من الله تكونوا بي خير وعلى خير وفي صيحة جيدة اليوم ان شاء الله غنشارك معاكم مضهوصة حسناوية على حقها وطريقها طريقة جد مبساطة غندوزوا ان شاء الله مشنتعرفوا على المقادير وحتى على طريقة تحضير اول حاجة غدا نسبق منها هي الحرشة عندي ناكلو دير سميدة البيضان اللي نقصت منها غير اللي غدا نقرسها به غدا نضيف ليها ميقدر ملعقة صغيرة دي الملحة والماء اللي غدا نخلطها به يعني ما نضيفه لا زيت لا خمرة الحلويات لا عاسل هادي هي الحرشة دي المضهوصة فيها غير الملحة والماء فقط غدا نخلطها بالماء كيف ما شفته ونخليها تشرب واحد الخمسة دقائق ومن بعد عاد نبقى عند هالاصابيع ديولي بالماء وندلكها واحد شوية انا لش سبقت من الحرشة هي اللولة حيث كتطلب لنا الوقت وطريقة ديال الخمسة ديالها سهلة ولكني مني كتجي لتفرتيت كتشد لنا الوقت يعني دار ولي لك انو معك سحاب الدار يعاونوك فيها غنبلكها واحد شوية غدا ناخد سينيا غدا رش فيها سميدة على هات الشكل غدا نوضع فيها هاد الحرشة اللي خلط واذا بغدا نقرسها في هات السينية بالنسبة للمقلة غرا انا وضعتها فوق النار باش تسخن خوتي انا لش درت كيلو ديال سميدة حيث عندي المقلة كبيرة انتو ما ديرو سميدة لحسب المقلة اللي عندكو احنا كنرشو السميدة وحنا ما كنكترش يعني نحاولو ما نكترولي هاش سميدة بالسف وده بغدا نوضعها في المقلة بالنسبة للمقلة يعني انا دهنتها بالزيت ورشيتها بالسميدة سميدة يعني غير المره اللوله باش مني كان وليون ديرو حرشة وحده اخرى ما كندهنوهاش بالسيت كاندهنوه غير المره اللوله باش م تلسق لي نش الحرشة من بعد ما وضعت الحرشة فلمقلة مش يتهم بزيان بيدي على هات الشكل هذا وده بغدا نتقبها بالفورشيت ونخليها طيب من بعد ما كنحسو بها بقطاط لنا ملتعة نقلبوها يعني كنت تقلب لنا بكل سهولة ومن بعد ما نقلبها يعني كنحضي ومعاتك تطيب لنا من الجيال اخرى وكنحيدوها ومن بعد ما طابط نقطعها على هات الشكل هادا بسكين باش يمكن لي مقطعها قطع صغيرة باش جيني سهلا انت فرتيت بالنسبة لهاد المضهوصة اللي غدا نشارك معاكم يعني الطل باطلية جوش حرشات يعني جوش كيلو ديال السميدة كيلو اللي ولاني هو هادا اللي شاركت معاكم الحرشة ديالتو والكيلو الثاني رانا خلطتو وقدرت الحرشة ديالتو تطيب في المقلق طريقة ديالت فرتيت هي هادا يعني كنفرتوها قطع صغيرة كن قدن قطع الحرشة قطع صغيرة كيف ماشتو انا كنوريكم غير الطريقة باش غدا نعطيها لصحاب الدار كينين معايا وما اللي غادي يعاونوني في تفرتيت ديالها بالنسبة اخواتي اللي بغيتو تطيح لكم ساهلة مضغوصة هي دائما وجدو الحرشة بحلط النهار يعني خبزوها وفرتوها ولا غدلي وجدو غير الجاملة ديالتو كما شفتو اخواتي ديالتطريقة يعني كن ناخدو الحرشة وكم دون قطعها قطع صغيرة وده بقى اخواتي من بعد ان شاء الله غدا نوريكم الشكل نهائي ديالها والشكل نهائي ديالها هو هذا يعني كتجين فرتو على هات الشكل هذا هذا القياس يعني ديال جوج حرشات يعني هنا يستعمل جوج كيلو ديال السميدة البيضان اللي خبز وده بقى اخواتي غدا ندوز باش نوجد القاملة ديالتي عندي هناك كوكوت اللي وضعت فيها نصف دجاجة غدا نضيف لها ملعقة صغيرة ديال الملحة توابيل عندي هنا يا ملعقة كبيرة ديال كوركم ملعقة كبيرة ديال سكينجبير نصف ملعقة ديال افزار وملعقة كبيرة ديال راس الحانوت عندي هناي ثلاثة الفوسوس كبار ديالتومة محكوكين ضفتهم وكذلك غدا نضيف جوج حبة كبار ديال البصلة اللي مقطع نرقاق حبة كبيرة ديال مطيشة محكوكة بالنسبة للزيت نخليطها الاخير اذا بغدا نضيف واحد الكاس لارو ديال الماء وغدا نضير كوكوت ديالتي فوق النار يعني حتى يتشحر لي هاد شي هذا ويدخل لي هادك توابي اللي يدخلوا ليه في الدجاج ومن بعد عن نضيفه الاضافة الاخرى غدا نوضحها ع فوق النار وغدا ندوز باش نوجد الكبدة عندي هناي الكبدة الصراحة ومعها تلقا يعني مخلطا تميلك انت عندكم غير الكبدة بوحدها ما احسن غدا نضيف ليها القارير ديال الملحة والقارير ديال الزعتر وقارير ديال الحامد ونضيرها فوق النار يعني باش تسلق نصف سلقة هنا كيف ما شفتم الدجاج من بعد ما يعني تشحر ودخلت لي العطرية ضفت لي هادك نصف كأس ديال زيت الزيتون أنا هنا يتقطع ليه تصوير وضفت الماء مرقت بالماء سخون وميلعقة كبيرة ديال الحلبة اللي ضفتها القصبر مربط وثلاثة دل ريوس ديال التومة اللي ضفت من بعد ما ضفت الماء الكوكوت وخليتها يعني تتغليده بغدا ندوز باش نوجد الكاشير عندي هنا خطيط الهاشور اللي وضعت فيها القصبر وثلاثة دل فوسوس كبار ديال التومة غدا نطحنهم مزيان غدا نضيف الكبدة والتوابيل بالنسبة الكبدة يعني استقطرتها ماذا كلمة والتوابيل عندي قريصة ديال شوية ديال الملحة شوية ديال يبزر شوية ديال كوركون شوية ديال سكينجبير وشوية ديال رس الحانوت ودابا بعد ما طحنت كل مكوينة كلهم غدا نضيف بيضة وغدا نزيد مطحن مزيان بعد ما طحنت هالمكوينة غدا ناخد سلوفان في غدا نوضع الكاشير غدا نحاول نقدد سلوفان فوق الكاشير على هاتشكل ونمشي مزيان نشكله على هاتشكل وغدا نضبل كذلك سلوفان من بعد ما غدا نقدم زيان غدا نديره في الكوكوت يعني في هادك الماراق وغدا نقفل على الكوكوت ديالي ونخليها الطيب كما شفتو اخواتي انا رات تقطع ليا تصوير عن توما ديالي وغدا نضيرها في الكوكوت بالنسبة لمكوينة اللي ضفت المؤخرة يعني تقطع ليا في هاتشكل من بعد ما وجد ليه كل شي يعني طاب ليه هادك الدجاج هادك الكاشير غدا نحايد من بعد ما حايد الكوكوت من فوق النار غدا نحايد ديالي الكاشير هادك توما الريوز ديالي التوما درت ثلاثة وغدا نحايد كذلك هادك نصف دجاجة غدا نحايد احتها هي بالنسبة للقصبر نحاول نعصره واحد شوية وعد نحايده ودبا غدا نحايد هادك نصف دجاجة نحايد احتها هي غدا نحايد واحد قطعة ديالي العنق اللي تحايدت دجاج والمرق هو هادا غدا نوضع الكوكوت فوق النار غدا نضيف لها دبا واحد ما يقدر نصف ملعقة ديال السمن والقليل ديال راس الحانوت واحد جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون ودبا غدا نضيف الماء يعني القياس ديال الماء اللي غدا نخلط فيه هادك الحرشة وغدا نضيف كذلك حتى الملحة ودبا غدا نغطع الكوكوت ديالي ونخليها حتى تتغل من بعد ما طبخات الكوكوت مزيان يعني قبل ما نبدو نديرو الحرشة ضارو ندقو الملحة وش هيادك إلي القيتو عفو الكوكوت هيادك دا بغدا نضيف الحرشة الحرشة اللي سبق لنا خبزناها وفرتناها وولت على هات الشكل هذا كنضيفها لها داك الماراق وكنبقو نضيفه بالقياس يعني حتى نشوفه يعني وشة كافية معا داك الماراق اللي عدنا خليتها كالطبخ ودبا غدا ندوز باش نحيد هادك السلوفان من الكاشير ونقطعه حاو نقطعه لشكل دائري كيف مما شفته من بعد ما قطعته وضعته جانبا لهو وللتومة ودابا عندي هنا البيض اللي سبق لي سلقته غدا نضيف ليه حبة الباراكا الصانوج وهديك وحبة الرشعة غدا نديرهم من الفوق ندردرهم من الفوق على هات الشكل وغدا نوضعهم حتى وما جانبا وعندي كذلك تمر اللي سبق لي درت فيه حيط ليه العظم ودرت ليه اللوز مقلي وده بغدا نشوفوا الكوكوت دينا هانتوما ما حبسش من التحرك نيائي نخسكم ضروري ما تحبسوش من التحرك من بعد ما ولا تيادك غدا نخويوها في القصرية وده بغدا نوضع الدهام وده بغدا نوضع الدهام الدجاج بالنسبة لهذا الدجاج حمرته يعني دهنتو بالزبدة وحمرته الفران غدا نضيف هالثلاثة دريوس ديال التومة وكذلك غدا نضيف حتى القصبر يعجبني معه مضغوصه ما بغيتش انني نلوحه غدا نحيد ليه هذك الخيط ونوضعه حتى هو على هات الشكل وده بغدا نوضع الكاشير وده بغدا نوضع البيض وغدا نضيف كذلك هذك التمر اللي سبق لي قدرت فيه اللوز مقلي بالنسبة للوز يعني سلقتون نصف سلقة حي يتمنون القشرة ديالته وقليته في زيت المائدة ومن بعد درتوف التمر واللي شاطلية غد نضيفه من الفوق بالنسبة للطريقة تزيني يمكن لكم تزينه باش مما بغيته والشكل ديال المضهوسة ديالتي وهذا كانت منم الله انها تكون نرت لإعجاب ديالكم وإلى فيديو آخر إن شاء الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة